قال لها شو باكستاني هذا مو باكستاني هذا سعودي ويركض يركض وسلم عليه قال لي يا أخي من اللي جابك لعندي طلع عربي لبناني أرمني قلت والله ما حد جابني لعندي كل القدر أنا دخلت بحسب البقالة وحصلت اسمك ودخلت ما في سبب ولا حد رسلني ليش هو سأل على أساس في منافسة بينه وبين الهنود حاط الرأس برأسهم فقلت له شوف بصراحة أنا ما عندي فلوس شريت بضاعتي سددت الأوريانت بيرز شددت لهم أموالهم وأنا بنتظر بس الأوراق وأمشي للسعودية جميل قال لي أبغاك تشوف بضاعتي قلت كيف أشوف البضاعة الآن وأنا شاري بضاعة يعني ما أبغا أضيع وقتك وقال لي لا أشوف البضاعة وشوف البضاعة واللي يعجبك حطه على الجم شفت البضاعة وفعلا بضاعته يمكن أقل من الأوريانت بيرز بأربعة خمسة بالمئة ست بالمئة بالسعر بالسعر أخذت البضاعة قال لي سوف وطيرها سوف وطير 150 ألف دولار قلت له بس يا كسبار ترى أنا ما عندي فلوس ولا عندي فلوس بالرياض حتى يعني هذه المبلغ متسلفها من العائل ومننا ومننا جمع دعليم